عمر إذا كانت هذه رؤية المفوضية الأوروبية وأن فرص الاتفاق باتت تتزايد ما هو الموقف في بريطانيا؟ هذا ما كان ينتظره الجانب البريطاني أن يسمع هذه التصريحات الإيجابية لا شك هذا هو الملاحظة هناك نبرة إيجابية تصدر من الاتحاد الأوروبي يتم عقادته خلال العشرة أيام المقبلة وكان من المفترض في هذا الاجتماع أن يتم التوصل إلى اتفاق لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لكن هذا الموعد تم تمديده إلى الشهر المقبل أو ديسمبر على أقصى تحديد كما يرى الكثير من المسؤولين الأوروبيين وحتى البريطانيين لا شك أن هناك في ذات الوقت خشة بريطانية من أن هذه النبرة الإيجابية ربما تكون فقط للقول أن الأوروبيين قدموا ما لديهم كانوا إيجابيين وسيلقون اللوم على البريطانيين في حال لم يتم التوصل إلى صفقة وهذا أيضا خيار مطروح على الطاولة من الجانب البريطاني وحتى الجانب الأوروبي ويستعد له الطرفات نعم يعني إلى أي مدى يعد هذه المرونة تراجعا من قبل الاتحاد الأوروبي عن تشدده السابق في بداية المفاوضات وإلى أي مدى يمكن أن ترضى بريطانيا بثلاثين أو أربعين بالمئة من خطة تريزامي للخروج الموقف الأوروبي كان يتوقع أن يتم تخفيفه خاصة بعد الرفض في قمة النمسا لخطة تريزامي الجانب البريطاني سيستلم ردا رسميا خلال الأسبوع المقبل على المقترحات البريطانية الجانب البريطاني لا يريد إجراء أي تعديل على خطته وحتى تريزامي تقول أنها قدمت أفضل ما لديها وهناك خطوط حمراء لا يمكن التراجع عنها هذه الخطوط متمثلة بعدم وجود حدود أمر واقع بين أيرلندا الشمالية وجمهورية الأيرلندية وكذلك عدم القبول بالتعاول مع أيرلندا الشمالية بمختلف أو بمحزن عن باقي أجزاء المملكة المتحدة الجانب الأوروبي في المقابل لا يريد إعطاء كل الفرص التجارية أمام بريطانيا حيث هذا سيؤثر على كما يسميها البعض كرامة السوق الأوروبية المشتركة ربما يجد الطرفان نقطة مشتركة لاتفاق عليها وهذا ما يمكن أن نسمعه خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة وضحت بفكة عمر شاكر مرسل لقد كنت معنا من العاصمة بريطانية لندن شكرا جزيلا لك